بإثبات أنها عربية أرض عربية إسلامية ومسيحية في سنة 29 اتخان المسلمون مع اليهود على هذا وحكمت المحاكم الإنجليزية بحكم قضائي بأنه ده ملك المسلمين بالوسائق وبالتاريخ وبالتسلسل وبكل حاجة سنة 1929 يعني قبل النجبة بنحو 20 سنة حائط البراق اللي هما بيسموه المبكة اللي هما دلوقتي الاحتلال الإسرائيلي مانع أي حد غير يهودي أنه يقاربه ده بتاعنا بحكم قضائي وبوسائق تاريخية لا جدالة فيها والمين القضاه اللي حكمه قضاه إنجليز لا مننا ولا منه لا منه يعني إذن وإن كان في تحيز ليهم طبعا طبعا ولكن لأن وعد بولفورت سنة 19 بزبط سنة 19 فبعد عشر سنين اتخانئنا على البتاعته وطرعت القضية اللي صارحنا وكله ده منشور القدس مواسيق الدولية كلها وإلى الآن في مجلدين كبار طلعتهم مؤسسة آل البيت في الأردن مجلدين وسائق قرار رقم كذا وقرار رقم كذا من كل الجهات الأمم المتحدة وغيرها إنه ده حقنا وإن الجماعة دول محتلين وإنهم لازم يتركوا هذا الاحتلال إلى آخره فالحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لهذا والحمد لله الذي جعلنا نور بصيرتنا وجعل هذا كله من الاستراتيجيات كل هذه المعونة مكتوب على مصر إنها تقف مع إخوانها مكتوب مع مصر إنها تنصر الحق مكتوب على مصر إنها تكون الأكثر خبرة والأكثر تعقلاً في الطبيق من غير أي مزايدة على ذلك لأنه التاريخ يثبت والواقع يثبت والمستقبل سيثبت وأنا بتناقش مع حضرتك قبل الحلقة وبقول حرج ده أنا نتكلم على كذا وكذا فحضرك ذكرت بعض الآيات من سورة يوسف ده ذكرني ألا ثم يأتي عام نعم ثم يأتي عام آه ثم يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون آه أنا دندنت بيها صحيح أنا سمعتها ما أناش عارف إن أنت سمعتها سمعتها آه ففيه عام هيأتي هنوصر وهنوزع وهنعطي وها العامه جه والحمد لله رب العالمين ويعني لكن مصر دايماً تنفق حتى لا تعلم شمالها ما أنفقت يا رب يا رب الشعب المصري نفس يا مولانا وتخصيص آه سندوق طحية مصر اللي مخصصات آه مالية توجه لأشقاءنا في قطاع غزة ولطبعاً شفنا حجم المعاناة وحجم الضمار اللي اللي اللحق بيهم طبعاً خسار أرواح دي أهم شيء ثم يأتي كهرباء ثم يأتي الطرق ثم يأتي مرافق واوا وحتى أمارات ثم يأتي مليون دولار اضرب بقى في خمستاشر وشوف الرقم ده كام مليار فإذا اليد العليا دي بتاعت مصر هي يعني يد بتعطي في مكانها والحمد لله رب العالمين فكرة التعاطد فكرة التكاتف دي إحنا في أمس الحاجة لها مع أهلنا في فلسطين مع أهلنا في ليبيا مع أهلنا في اليمن في الخليج وشمال إفريقيا هاك شايف هذا المضمون أو الروح اللي بدت بدياً ما بين الجميع هذه الفترة في مثل عربي بيلخص الحالة دي يقول رب ضارة نافعة رب ضارة بيقول لك ضارة دي مبتدأ قلنا لهم طب قتجرت لي كده عشان رب لكن هي الضارة نافعة الضارة نافعة فالضارة مبتدأ ونافعة يعني هي فيها ضرر بس قد يكون فيها خير برد هو فيها خير هي جوابهم يعملوها ضرر فربنا سبحانه وتعالى بدل السيئات إلى حسنات فهذا الذي فعله الكيان اتقلب لضده لأن كل دي ألعاب سياسية بيعملها فلان فلاني علشان الانتخابات وكذا لا سبب داخلية وما إلى ذلك فمنوش يعني أنه هو يعمل لكنهم ربنا سبحانه وتعالى ما يباركش فيها ويبارك لأهل غزة ويبارك لأهل الضفة ويبارك لشعب فلسطين ويبارك لأهل مصر فإذا رب ضارة لكنها نافعة رسالة حركت قولها لأهلنا في حي الشيخ جراح خصوصا يعني في القدس الناس دي مرابطة الناس دي متمسكة ببيوتها رغم التديق ورغم اللي بيقوم بيه المستوطنين من نزع للبيوت الناس بتقاوم بأروحها بتحط أجسادهم أمام بيوتهم عشان يمنعوا أي حد أنهم يستولى على بيوتهم حركت قول لهم إيه أقول لهم إثباتوا فأنتم في جهاد أعظم ويكتب لكم أجر المجاهدين خاصة أنه لا حيلة لكم ولا سلاح ولا قوة صحيح فسيكتب لكم أجر المجاهدين أضعافا مضاعفا فاصبروا وصابروا وثابروا واثبتوا لأن أنتم تقومون بفرض هو فرض عين على كل العرب والمسلمين فرض عين فأنتم تقومون بالكفاية عن هؤلاء لبعدهم أو لعدم تمكنهم من مقاومة هذا الظلم ومقاومة هذا الطغيان رضي الله تعالى عنكم اثبتوا وصابروا وثابروا ترجمة نانسي قنقر